موسيقى مساء الخير نزلت الأرواح الانتخابية على الأرض إذانا بانطلاق معركة أيار لكن وقبل أن تحترق بعض أوراقها كانت عوائل في بيروت تختبر نار الإهمال الذي تسبب بالقضاء على ثلاثة أفراد من البيت الواحد في الزيداني بينهم طفلان هذه المأساة تسببت بتبادل الاتهامات بين التقصير المنزلي ودور فوج الإطفاء وفيما تستمر التحقيقات زار رئيس الحكومة سعد الحريري مبنى العتاني في الزيداني معزيا ذوي الضحايا وفي مراسم الواجبات الانتخابية كانت الماكينات تندفع على جميع الجبهات الحزبية من دون استثناء على ما يؤكده المفتي الانتخابي ربيع الهبر للجديد وفيما رأى الهبر أن القوات هي الأنشط بين المحركات كانت معراب تحتفي بإعلان مرشحها في علي أنيس نصار بحضور رؤساء بلديات محسوبة على زعيم الجبل وليد جنبلاط ما أوحى بأن هناك مباركة اشتراكية للترشيح القواتي وفي الإشارات الانتخابية جاء اجتماع الرئيس الحريري بالنائب السابق منصور غانم البون ليشكل علامات تساؤل عن تحالف محتمل بين المستقبل وقطب كسروان المحير لخصومه وحلفائه على حد سواء والذي يمسك بوزن انتخابي يترك استثماره للحظات الأخيرة أبعد من الصورة الضبابية انتخابيا مشهد أوضح إقليميا وعربيا فإيران خرجت إلى جمعة التأييد للسلطة وفلسطين تظاهرت وحدها دفاعا عن وجودها وما بين الشارعين الفارسي والفلسطيني تجتمع غدا في عمان اللجنة السوداسية بشأن القدس والمنبثقة من قرار مجلس وزراء الخارجية العرب وسط تساؤلات عما ستقرره اللجنة في مواجهة التماد الإسرائيلي في تهويد المدينة المقدسة وإذا كانت القرارات والخطط العربية الرسمية قد فشلت حتى الآن في إرغام ترامب على إعادة النظر في قراره العدواني فماذا في استطاعة لجنة وزرية مصغرة أن تفعل لا سيما أن الرئيس الأمريكي تجاهل الجميع وأصر على المضي في عدوانيته تجاه الفلسطينيين عبر قراره وقف المساعدات المالية الأمريكية لإضعاف السلطة الفلسطينية وأجهزتها وتتشكل اللجنة السوداسية من وزراء خارجية الأردن وفلسطين ومصر والسعودية والمغرب والإمارات فضلا عن الأمين العام للجامعة أي أن معظم هذه الدول يقيم علاقات علنية أو سرية بإسرائيل وهي دول لم تطرد سفيرا أمريكيا أو إسرائيليا واحدا بل لم تستدعي أي منها السفير الأمريكي في عاصمتها احتجاجا مثل ما تقتضي الأعراف الدبلوماسية فكيف لها أن تتصدى لعملية عدوانية واسعة بتوقيع أمريكي إسرائيلي وبتضامن عربي رسمي وغدا فأن مستوى المشاركة سوف يحدد صقف القرار وإذا تخلفت دولة من هذه الدول عن الحضور تكون قد سلفت ترامب شهادة تقدير على سلب القدس من العرب وعندها يستكمل الرئيس الأمريكي ما بدأه من إجراءات وأبرزها اليوم هو تجويع الشعب الفلسطيني والضغط على الرئيس محمود عباس فإما أن يوقع سكى الاستسلام أو يتم تهديده بقطع المساعدات التي تشكل عصب الرواتب الفلسطينية الأموال تحرم عن شعب فلسطين وتصرف بسخاء عبر شراء يخوت ولوحات وقصور لزعماء عرب مات الفلسطينيون جوعا عاش الملك